النصايح والإرشادات اللي حضرتك بتقدمها لكل زوجة بعد ما تعمل عملية الحقن المجهري إيه اللي ممكن بقى يعني تلتزم بيه علشان يكون فيه نجاح للعملية هو أهم حاجة نمرة واحد يعني دي النمرة عدم وجود توطر عصبي لأن التوتر العصبي بيلعب دور كبير في نجاح وفشل العملية نمرة اتنين إنسانة دخلة العملية وعندها إيمان كامل إن ربنا إن شاء الله هيقف معها لأن طبعا العامل ده زي ما قلنا إنه هو دي منحة من ربنا حتى لو العملية نجحة نمرة ثلاثة ما تدخلش العملية وهي عندها مشاكل مادية أو مشاكل ذهنية يعني طبعا احنا عارفين أن الحقن المجالي دلوقتي بقى سعره مكلف شوية فطبعا هي ممكن تضطر إن هي فبيتفكر بقى في التزديد وبتفكر في الكروض اللي عليها لأ احنا بنفضل إن هي لما تدخل العملية تكون فيه يعني فكر كده هادي جدا يعني بساط بحيث إن الموضوع ينجح وما تباش قاعدة خايفة من الفشل الخوف من الفشل بيؤدي إلى فشل في الحقن المجالي النتيجة دكتور بتظهر بعد قدقي يعني بعد عملت العملية ممكن النتيجة بقى تظهر بعدها بقدقي احنا العملية دي اللي احنا بنسميها الجزء أولين اسمه السحب سحب البيضات بعد كده احصاب البيضات في المعمل ده بيعد البيضات حوالي خمس تيام في المعمل بعد كده بنرجع البيضات عن طريق أسطرة ده بعد الترجيع بتاخد حوالي علاج لمدة من خمستاشر لتمنتاشر يوم بعد التمنتاشر يوم دول بتعمل اختبار حمل في الدم بالقراية العلاج ده يا دكتور عبارة عن ايه العلاج اللي في الخمستاشر يوم دول ده عبارة عن تزبيت يعني ايه ان احنا بنأول بوطان الرحمية البوطان الرحمية دي المفروض اللي حيدفن فيها البويضة فاحنا بندي جزئين من علاج جزء منه ان احنا بنحسن البوطان الرحمية وجزء تاني عبارة عن مجموعة من الفيتامينات دي عليها أقوال كتيرة فيه بيقولوا ان هي بتدي نجاح وفيه منه بقولوا ما لهاش فايدة لكن لها عامل مهم زائد ان احنا بعض الاحيان بندي أدوية بنسميها ان هي بتقلل المناعة يعني ايه تقليل المناعة تقليل المناعة لان الجسم ممكن لما بيدخلوا بوايدة مخصبة بالرغم ان الموايدة دي بتاعتها هي الزوجة لكن البوايدة لما بتتخصب بتتغير شكلها فبعض الاحيان ان الجسم المناعي بتاع الزوجة بيحصل له نوع ان هو بيعتبر ان هذه البوايدة المخصبة جسم غريب احنا بنضعف شوية المناعة علشان لان احد اسباب الرفض او عدم نجاح الاحيانات الاحيان الميجاري هو ان المناعة تكون قوية شوية فبندي اقراص دي عبارة عن اقراص بتاخدها قرص يوميا بيساعد بعد الاحيان برضو بندي ادوية تانية الادوية دي عبارة عن فيها بتساعد بتزود الدم اللي رايح للرحم والبطنة الرحمية فطبعا دي مجرد الادوية اللي بتتاخد بعد ارجاع البيضات وبعد كده بتعمل اختبار حمل بالقرية بالقرية اللي هو زي يعني بالاختبار اختبار عمدنا نوعين اختبار حمل يعني ما بنعمل اختبار حمل يطلع لي موجب وسالب بس او اختبار حمل بنحطه في جهاز ييجي يقول لي لا ده الهرمون الحمل ده طالع النهاردة مثلا 80 طالع 100 ده بيكون ادق كتير لان هو اللي موجب وسالب ده فبعض الاحيان ما بيكونش تقيق بالزبط